السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بمشاهدون العزاء في جمهورية مصر العربية والوطن العربي تحيات كبيرة لكم جميعا من ضمن الافكار اللي انا برطو بحب اللي انا اطرحها في القناة عندي ان احنا في يعني بعض الحواتس اللي احنا شفناها في الفترة الاخيرة ناس بتطلع في الصحراء وبتموت نتيكة اني مشاقية اكلة او مية فبرطو فكرت قلت طب ما احنا القناة بتاعتنا ثقافية زراعية طب ليه معرضش باعة النباتات اللي ممكن انت تشوفها في الصحراء او في البادية او في البرية او في اي مكان تبقى عارف النباتة ينفع يتاكل ولا لا ينفع يتم الرعي عليه ولا لا لو انت طلع مثلا بتعمل الرعي في الاماكن الصحراوية ناخد فكرة عنه فالنبات النهاردة نبات حلو جميل اسمه العطر او العطر عين تي ري النبات ده ينفع ناكله ينفع نستفد منه هتشوفوا الفيديو بتاعته دلوقتي خلي بالكو انه هو اسمه نفس اسم نبات احنا عرضناه في القناة بتاعتنا اسمه العطر مراد مرعي تفرق عليها وتعرف برضو عنه بيانات حلوة كتير اوي انا بحب ان انا انوع في القناة لخدمة المجتمع العربي في العالم يلا نتفرق على المقطع ونشوفه السلام عليكم هذه نبتة العطر نبتة موسمية يمكن اكل زهورها واوراقها وثمارها الغضة ترجمة نانسي قنقر